بشغف كبير ودون ملال تكررنها محاولاتها لتحكم في المظلة فالتحليق من الهضاب وأعالي الجبال هو حلم يراودها منذ الطفولة والآن تجد سبيلها نحو تحقيقه عبر ممارسة هذه الرياضة الناشئة في تونس رياضة الطيران المظلية تحل هذه الرياضة حديثا في تونس لتأسير قلوب عشاق الطيران الحري بالمظلة ورغم أن ممارستها تتاح لأول مرة إلا أنها وجدت إقبالا جيدا وترحيبا كبيرا من قبل محبيها والمتحمسين لتعلم تقنياتها وعيش لحظات مثيرة مدفوعين بروح المغامرة والتحدي فكرة متع أنك تتير مغير حس مغير موتورات بعيدة على العبات بينكم بروحك معانتها كانت كما أقوله حلمة معانتها من اللي زغيت بس ساعات دا ماشي واحدك في جبل تقول مصاب يحوص الفورة كي يشوف فيو محليها حاجة واحدة تخليك تعمل الشيء ذا هي كما أقوله البرابونت إن شاء الله الرياضة هذه تولي في إطار قانوني وناس كل تولي تعمل الرياضة هذه في المسائل كمتاحها اللي يكونوا مخصة بتبيعها مع سلامة في تعاطي الرياضة هذه جهود كبيرة يبذلها مستقدم هذه الرياضة إلى تونس لتجاوز الكثير من العراقيل التي تكبل ممارسة الطيران المظلية في ظل التكلفة العالية للمعدات وعدم توفر مدربين محليين فضلا عن معذلة الحصول على التراخيص والتي حالت لعقود طويلة دون تطور هذه النوعية من الرياضات بل كان عندنا رئيس القديم يخاف من أي حاجة تطير عندنا سنين وإحنا أي حاجة متعلقة بالطيران حتى التو مازالوا عنا حتى الليدرون مازالوا عنا معهم مشكلة اللي هما حاجة لعب مع تيتبعو حتى في الأسواق في الدول الأخرى ولا حتى جيرانا كما الجزائر والليبيا ما في تونس مازالوا عنا مشاكل مع أي حاجة تطير في الليهوين هدفنا هو أنه إنتاج طيارين توانسا باش نعودوا نطيروا وحدنا ونعلموا وحدنا يعطيهم الصحة للأشقاء اللي يعاونونا واستعالنا بخبرات أما ما نساش نحبه نستعينه بخبرات توانسا ورغم الصعوبات تطمح رياضة الهبوط بالمظلات إلى الانتشار في تونس وبلوغ مرحلة الاحتراف تحط رياضة الطيران بالمظلات رحالها في تونس لتفسح مجالا جديدا لمن وجدوا ظلتهم فيها لممارسة شغفهم والتحليق في سماء مغامرة رياضية شيقة منيا غرياني لبرنامج اليوم على الحرة تونس